السلام عليكم أخوتي و أخواتي و مرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي مش عافلة روماركيتو أخواتي ولكن أنا مقريب بشوي اليوم كتمع أولا نحطكم ثلاث فيديوهات بس صح جبل ربيح ندير زوج بارك و بخصوص المواضيع الثاني أخلت على كل من الإمارات والمروك وسببه في زوج الجزائر أحكوكم على الإمارات الآن و كفية كل دولة العالم ضارت عليها بمن فيهم حتى أمريكا اللي كانت الإمارات معاولة عليها تسلكها من الجزائر في مجلس الأمن و أحكوكم الآن المروك كيفية يعني تحاصر لأنه كان مباراة يعني رسمية بين المنتخبين الجزائري والمروكي و لكن يشوفوا المنتخب المروكي إذا دار الخريطة التاع المزيفة على الصحراء الغربية أيضا في الأخبار أحكوكم كيفية رئيس عبد المجيد تبون يعني الشغل الشاغل هالأيام هو دعم التنوية في إفريقيا و معاول يخلي إفريقيا قارة عظمة و هنحكي لكم أيضا عليها رئيس تبون رهلاتي بكل من الإمارات والمروك في الأخبار أيضا وبعد الأعاصر لضربة السعودية فيضانات كبيرة هي الأخرى تضريب السعودية و هنشاركوا معاكم شوي أخبار أيضا من المروك مساكن يعني نصهم عندهم مش لقنوات صرف السحي وليتوالات يدلوها لبرة حاشاكم و أيضا في الأخبار رح نقول لكم فيديو البارح باكسرا للرئيس الفلسطيني يعني يغضب كامل العرب و كامل الناس اللي يدافع على القضية الفلسطينية و إذا كفان الوقت نشاركوا معاكم شوي مواضع و فيديوهات أخرى كمشتوا خاوتي هدية أبرز العنوين منها بيشتعرفوا كامل رازم تبقى عمنا حتى الآخر و أيضا خاوتي أرجوكم يدعمونا بالضغط على زل الإعجابة هذا رح يدعمنا و يساعدنا بزيف شكرا لكم نريكم كلمات خاوتي أغضبت العرب و أغضبت كل من يدافع عن القضية الفلسطينية أسمعه شكال محمود عباس رئيس فلسطين و نقول لإسرائيل الحق بالحصول على الأمن الكامل و هذا واجبنا و نحن كفلسطينيين حقنا بالحصول على تقرير المصير على دولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم كان ليقول لك باليودي هذا الكلام اللي قاله مضطر يقوله لأنه رأى في موقف ضعف و رأى يقول ليودي إسرائيل شوفي أنت عندك الحق يكون عندك أمن و احنا عدنا حق يكون عدنا دولة لكن هذا الغبي ما لا يعرفه هو أنه رأى يتحدث على كيان و كان يسا بيده هو به بالعالم ما عنده ما يدير بالخطة بالمجاملة تاعك و أيضا الآن اللي رأى ميحوسوا على الأمن مشي إسرائيل و إنما هو الشعب الفلسطيني اللي مات منهم حتى الآن أزيد من 36 ألف شهيد 13 ألف منهم خوتي أطفال كتشوفهم خوتي قلبك يدمح و كل يوم يزيدوا يبانوا فيديوهات تعجثة جديدة لأطفال و الأشلاء التحهم بين يدين و لديهم و ثم هذا يجي يقول بإسرائيل عندها الحق يكون عندها الأمن ربما هذا ما أغضب الكثير من الدول العربية كذلك جاء عربية كبيرة بعد تصريح حديث لرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر في الرياض هذا المؤتمر في الرياض خوتي حضراته الجزائر أيضا المؤتمر الهدف منه جمع الأصوات من أجل دعم إقامة الدولة الفلسطينية و في هذا أيضا الاجتماع كان هناك كثير من الدول الأوروبية و من مختلف بقاع العالم أنتم ورشاكم في تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس خوتي هل ترون أنه مغضب حقا؟ خبرونا لكم في التعليقات دعونا نروح للأخبار الأخرى بعد الإعصار والطوفان اللي ضرب الإمارات سعودية هي الأخرى يلتابيها الطوفان يعني قال لك عندها 70 سنة ما صبت ششتاكي مهق في المدينة المنورة والآن رأيكم بلي غارقة خلينا نروح للأخبار الأخرى نبدو لكم بالإمارات خوتي الآن كما لاباكم السودان رفعت أولاد طالبت بجلسة عاجلة من أجل وقف الإمارات على دعم أطراف النزاع في السودان اللي رأيت تكتل في الشعب السوداني بالتحديد وقف الدعم لقوة الدعم السريع الجزائر أيضا كانت طالبت بتوقف هذا الأمر و رح أفجعكم خوتي هذي اللي ظلت الفديثها في الفيتو اللي تدعم إسرائيل حتى هي وجد ضد الإمارات وقال لك أمريكا تدعو الإمارات إلى الكف عن تسليح طرفي الحرب شوفوش غيرت حاتي غرينفلد في تصريحات صحفية دعت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفلد لاثنين الإمارات إلى الكف عن دعم طرفي الحرب في السودان غرينفلد في تصريحات صحفية تندت بها قبيل انعقاد الجسة طارئة لمجلس لمن الدولي حول السودان أكدت أن طرفي الصراع يتلقيان الأسلحة لتعزيز جهود ما في مواصلة تدمير البلاد لكي غرجت التصريحات الأمريكية يعني كما هك بخصوص القضية الفلسطينية الإسرائيلية ولكن علينا تابعوا هذا بالتحديد أمر مهم لأننا نعلم أن طرفي النزاع في السودان يتلقيان دعما بالأسلحة ومساعدات أخرى حيث يغذي هذا الدعم استمرارية النزاع الذي يدمر دولة السودان يعني شوفوا خفت عليها هذا التصريح خاطر لم تضطر أمريكا للدخول في تحقيقات ومحاكمة بيش تثبت بالإمارات ترى يتدعم قوة الدعم السريع بالأسلحة جاءت ديريكت تقول الإمارات تتحبس لأنه الأمر الآن ره مفضوح العالم كله على بينهم كان فيديوات ومقاطع يعني الأسلحة فيها العلامة تتعال الإمارات تم كشف أن قوة الدعم السريع تتعافى أيضا في المستشفى الإماراتية الكثير من الأدلة الدامعة لهذا لم يضطروا إلى التحقيق في الموضوع ومباشرة طالبوا الإمارات بالتوقف عن هذا الأمر وإلا قد تقول لي أولوك ما تحبش الإمارات يعني ما عندها مدية أمريكا ودول أخرى لا خاوتي رح تكون هناك عواقب وخيمة تتمثل في المعاقبة الدولية للإمارات يعني الإمارات صح كلبة إسرائيل وما إلى غير ذلك ولكنها ليست مثل إسرائيل ما هوش نفس النيفو بالنسبة لأمريكا كان لبريوريتي أمريكا ما استعدت غطي على إسرائيل بكل ما تمتلك من القوة ولكن ليس نفس الشيء بالنسبة للإمارات نعم لقد تواصلنا مع أطراف النزاع وكذا شركائنا من الإمارات العربية المتحدة أيضا خاوتي في الاجتماع أو في الجلسة مجلس الأمن اللي رح تكون هذه الأيام فقط رح تكون الجزائر حاضرة بقوة ورح تلقي كلمتها الجزائر كانت ديجا لقات كلمتها من قبل وبهذا الخصوص الجزائر إذا ماركيتو رهي وكانها لاتية بالإمارات فجأة بدأت تهاجم على الإمارات مباشرة من خلال لسان الرئيس عبد المجيد تبون لأن الجزائر ذاقت ذرعا من آياد الإمارات القذلة الملوثة بالدماء لرحبة تخرب إفريقيا باش تسرق لها الثروات طبعا وباش يعني عمرهم يفيقوا بأن بلدهم مخربة لأنهم يقعدون يتين بالحروب الأهلية داخل بلدانهم أياد الدم البشعة الجزائر تريد وضع حد لهذا الأمر لكن لماذا؟ طبعا خوتي الجزائر هي تنقي في إفريقيا الآن أصبحت مهنة الجزائر نيطوى يشتع إفريقيا بأكمالها لأنه للجزائر الآن هدف أسمى مثلا الجزائر هي تنيطوى إفريقيا من الإمارات زيد ريت نيطوى إفريقيا من المروق والعقلية الاستعمالية تحها اللي خلتها الجبنة إسرائيل عند باب الدار علىه لأنه الرئيس عبد المجيد تبون ره يقول يجب دعم التنمية في إفريقيا ودعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وثيرة الاندماج القري يعني لازم أننا خفوا باش نديروا التنمية وندعموا التنمية في إفريقيا وإذا الإمارات بالجيش تحها قاعدة تدير نفل المشاكل في إفريقيا ومشي في دولة واحدة فقط يعني في عشر دول كومبلي لا حايدها فيهم إفريقيا وعندنا أيضا الدول الأوروبية قاعدة نزلها إلى الآن تسرق من إفريقيا لأن قعدوا هداها كمتوخرين لهذا الجزائر وبشراسة تقف في وجه كل التدخلات الأجنبية تمنع الطائرات الفرنسية من الدخول للجزائر تمنع الطائرات الأمريكية أيضا من الوصول للنيجر وأيضا الجزائر حجرة في الصباط الآن في وجه المروق اللي معاولة تحتل الصحراء العربية ما كانش هذا الأمور مع الجزائر رايم عاولة تصفيها وتنقي إفريقيا باش نبدأ والعمل ويجب أن يكون الأمر السريع فهمتو خاوتي علاه الجزائر هي لاتية بوش راي تدي المروق في الصحراء بوش راي تدي الإمارات في إفريقيا بهذا الخصوص الإمارات رايز زعفان من البريطانيا لأنها قررت تنحاز إلى جانب السودان والجزائر قلت دويلة الإمارات تلغي عددا من اجتماعات كانت مقررة لمسؤوليها مع مسؤولين من دولة بريطانيا العظمى بسبب خلافات حادة في وجهات نظر خاصة فيما يتعلق بالأزمة المفتعلة في السودان ناهيك عن أن لندن لم تدافع اليوم في اجتماع مجلس الأمن عن أبوظبي كما كان يأمل عيال زيد وزيد عيال زيد كانوا يأملون في أن أمريكا تدافع عنهم إلى أنها حتى هي الأخرى لم تدافع عنهم وفي الفيديو القادم إن شاء الله خوتي رح نعطيكم كل ما حدث في مجلس الأمن كلمة الجزائر وكلمة باقي الدول الأخرى بخصوص النطوة ياشت على فريق خوتي رحيكينا يعني هذه الأيام في العشرة ماي بالتحديد مباراة رسمية بين المنتقب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة نساء مقابل يعني المنتقب المروكي لكرة القدم أيضا أقل من 17 سنة نساء الآن خوتي هنا الأقمسة عن منتخبات الرسمية ما فيهاش اللعب يعني إذا كانوا قدروا يديروا الخريطة المزيفة على الصحراء الغربية في التركويت التحم تع نهضة بوركانة الآن في هذا المرة لا أظن أنهم يستطيعوا أن يفعلوا هذا في أقمسة المنتقب الرسمي يعني المنتقب الوطني التحم لكرة القدم وهذا رح يكون اختبار حقيقي للخريطة الوهمية في منافسة الفيفا الآن مالش في الكاف خوتي هنا في الفيفا فيعني هل يستطيع فوزي لقجة ووضع الخريطة الوهمية تاعه الآن في هذا التركويت مقابل يعني كونتر المنتقب الجزائري للإناث لكرة القدم أقل من 17 سنة رح ننتظروا خوتي للعشرة ماي باش نشوفوا الحركات التحم لأنه هذه البطولة رح تكون في إطار ذهاب الدور الثالث من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ورح تكون خوتي بملعب بركان بالمروك دموا وشراكم في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات صلاحة أخوتينا لقوات هكذا ومبعدوا اللغين نبدأ نحير بدون نقول المروك يموجيني أخوتي المروك 50% من السكان التاحة ما عندهمش قنوات الصرف الصحي يعني حاشاكم وحاشا قدركم يخراوا ويبولوا البرة مش يفلي تواليت في دارهم يمكن نكومباريوها مع الجزائر يعني 95% مرتبطة كل المنازل مرتبطة بقنوات الصرف الصحي لكن المروك يديروها البرة 50% منهم يعني تقريبا قريب كما الهنودة علىه لأنه كما على باكم يعني المروك جايين كومبلي تقريبا قاع عايشين في الأرياف والحكومة التاحة تدفني أن تربط الأرياف مع قنوات الصرف صحي تقول لكم ما عليش أرض ربي واسعة وعندهم الأشجار يقدروا يخراوا ويحبوا فإماجينيوا بلاد خوتي ما هيش دارة اللي تولت للسكان التاحة معاولة تحتل دولة أخرى وتبني دولة أخرى من جديدة يعني واحد خصيدة اللي بريوري تقبل أسمع هذا البرورتاش خاطئ قريبا كنش مدينة بلا الواضحار كنش ديور بلا الواضحار براكة ونتعدى الواضحار السؤال الذي تطرحه هذه السيدة لا يجانب المنطق خصوصا إذا تعلق الأمر بجماعة تنتمي لجهة الدار البيضاء سطات أحد أكثر الجهات إنتاجا للثروة على الصعيد الوطني جماعة المنصورية تجاور فيها الإقامات الفاخرة مستنقعات المياه العادمة التي ينتهي مسارها في الشريط الساحلي للمحمدية وحزامها الأخضر عدد مشاكل كينا في جماعة المنصورية بما خص المياه العادمة هذه نتطرق لي في ثلاث نقاط المشكلة الأول لشنا أن أقدم تجمع سكاني وأقدم تزيئات سكانية وهذه يعني بلاسة واحدة من المروك من بزيف بلايس خمسين بالمئة من المغاربة يفتقنون إلى قنوات الصرف الصحي غير موجودة نهائيا فخضر الجاية يا خاوتي نهلي جي مروكي عيراك هكذا في كومنتر أولا خلينا منها خاوتي كتيرا نقول واحد الكلام يوتيبين حليل عشان الضكق بالغدو غير مواقع أخرى يعني بزيف تقول باللي أوه في الحقيقة طورة المروك الآن ولت قنوات الصرف الصحي وصلت التغطية لسبع وسبعين بالمئة من حاجية السكان في المملكة تلك يوتيبين في 2015 كانت واصلة نسبة التغطية على الصرف الصحي 66% من السكانة في المروك ففي رأيكم خاوتي تومة ما هي العدد الصحيح لنسبة التغطية لطولة المروك خبرونا لكم في تعليقات وبخصوص الدبزة بيننا وبين المروك خاوتي حبيت نوريكم واحد عم جاي الدبزة مع تزير عشان الدبزة مع مرتوف الوسط هذا مروكي لا تنسبوكم لا تنعيروكم لا تنضخلوش عندكم الله لا تنجو عليكم قراءة عند عشرة ما تتغطوش عن هنا شو سكسي لا تتغطوش فاقيرين و لابسين شوفوا هذي قابت هذي هو جباك حولة شعرها صفر فاقيرين و موعيشين دوين و دوين فاقيرين فاقير عليكم بردت الوليدين شوفوا أخوتي شوفوا الله يرحم لكم الوليدين لا لا يرحمهم اللي بغى يعيرني يجي عندي للقرية مباشرة و يعيرني فاقير مننا اسمعتوني هذي الطربيلات درنا الضيار اللي بغى عائلني اللي بغى عمره و دعيشة دخل عكس قلكم اللي بغى يعيرني جي عندي للدار و يعيرني دير قدل حيط الله يبارك هذا خوتي هنا خفت منه صراحة شو واحد في الليف و يعيش عمره شو و دعيشة اكتب لشو واحد و شو و دعيشة عمره شو واحد ايه خوتي اصout يا جي العشة ، شو مرغى عندي شو مرغى و دعيشة 5anni 효 pip clients شو مرغى عندي و انا وصلنا لنهاية الفيديو ولل اسف خطيرة لانى مرغى türひ SP فيديو طويل بصح هذا وشي قدرت ندير وإذا عجبكم أرجوكم الضغطون على لايك واشتركونا في القناة وفعلوا الجرس أمور هذه كلها تدعمنا كما علي باكم شكرا أخوتي على المشاهدة وإلى اللقاء